هذا هو كسر العظمة الزورقية وكيف يحدث؟ في هذا الفيديو سنتناول بالتفصيل كسر العظمة الزورقية في الرسغ أحد أكثر الإصابات شيوعاً والتي قد تؤثر بشكل كبير على حركة اليد والقدرة على القيام بالأنشطة اليومية العظمة الزورقية هي إحدى العظام الصغيرة في منطقة الرسغ التي تلعب دوراً مهماً في حركة اليد وثبات المعصم كيف يحدث الكسر؟ يحدث كسر العظمة الزورقية عادة نتيجة السقوط على يد ممدودة مثل ما يحدث عند محاولة إيقاف السقوط باليد وهذا النوع من الكسر شائع لدى الرياضيين خاصة في الرياضات التي تتطلب توازناً كبيراً مثل ركوب الدراجات أو التزلج في بعض الحالات قد لا يشعر المصاب بألم حاد على الفور مما يؤدي إلى تأخر التشخيص والعلاج ما هي مشكلة العظمة الزوقية أولاً؟ إن الكسر ممكن إن لا يظهر في أول أسبوعين في الأشعة العادية فبنعمل جبيرة جبس ونعيد التصوير بعد أسبوعين وممكن نعمل أشعة مقطعية أو رنين ثانياً التغذية الدموية في عظمة الزورقية سيئة فنسب عدم اتئام الكسر بتكون كبيرة وممكن يحصل ضمور فيها الأعراض الشائعة لكسر العظمة الزورقية ألم في منطقة الرسغ خاصة عند تحريك المعصم تورم حول قاعدة الإبهام ألم عند الضغط على منطقة الرسغ صعوبة في إمساك الأشياء أو تحريك المعصم بشكل طبيعي كيفية تشخيص كسر العظمة الزورقية في حال الشك بوجود كسر من الضروري زيارة الطبيب سيقوم الطبيب بفحص اليد والرسغ بعناية وإذا لازم الأمر يتم إجراء صور الأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي لتأكيد وجود الكسر وتحديد مدى شدته خيارات العلاج المتاحة يختلف العلاج بناءً على مكان الكسر ومدى تحرك العظمة يمكن أن تشمل الخيارات التثبيت بالجبيرة إذا كان الكسر بسيطاً يمكن أن يعالج باستخدام الجبيرة لمدة تتراوح بين 6 إلى 12 أسبوعاً خلال هذه الفترة يجب على المريض تجنب تحريك الرسغ أو تحميله بأي ضغط في بعض الحالات التي يكون فيها الكسر متحركاً أو في منطقة حساسة من العظمة قد يحتاج المريض إلى تدخل جراحي لتثبيت العظمة باستخدام مسامير أو دعامات ما هي مضاعفات التأخير في العلاج؟ قد يؤدي التأخير في علاج كسر العظمة الزورقية إلى مشاكل خطيرة مثل عدم اتئام الكسر حيث لا تلتأم العظمة بشكل صحيح مما يتطلب جراحة إضافية خشونة مثصل الرسغ قد يتطور مع مرور الوقت إذا لم يعالج الكسر بالشكل المناسب الوقاية والتعافي الوقاية من السقوط يمكن أن يساعد الحذر في الأنشطة الرياضية وارتداء الحماية المناسبة على تقليل خطر الإصابة التأهيل بعد العلاج بعد إزالة الجبيرة أو الشفاء من الجراحة قد يحتاج المريض إلى جلسات علاج طبيعي لاستعادة حركة المعصم وتقوية العضلات المحيطة ختاماً يعد كسر العظمة الزورقية من الإصابات التي قد تبدو بسيطة لكنها تتطلب تشخيصاً وعلاجاً دقيقين لضمان الشفاء التام ومنع المضاعفات إذا كنت قد تعرضت لسقوط أو تشعر بألم في الرزغ لا تتردد في استشارة الطبيب للحصول على الرعاية اللازمة ذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم إشعارات بكل جديد شكراً لكم على المشاهدة ونتمنى لكم صحة جيدة وحركة أفضل كان معكم دكتور أحمد رؤوف الشلوفي استشاري جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري اشتركوا في القناة